السلام عليكم. عشان نسوي نفس هالسوارة نحتاج الى 12 خيط من هذه الى بعد ما نكونون جنب بعض نكونوا متسوين نربط هالعقدة هذه و بعدين نثبتها على الطاولة المعدة الخاصة لعمل الاسوارة نحن على الطاولة اللى نشتغل عليها عقو ما تبتنا الخيوط هالي نعزل الخيوط هالي الباقي ناخد ثلاث خيوط بس و نختار اللون العنابي ناخد راز براز عشان انه يكون نقياس واحد بعدين نقوم من فوق نعمل ربط هالي ننزلها هنا فوق شوي نعمل ربطه عشان نسوي العقد وهذا بيكون تحت اللون هذا العنابي وهذه بيكون ناخده من تحت اللون الابيض و نصير عقده نربط و نتابع نحط اللون هذا تحت وهذا الخيط لون العنابي ناخده من تحت هنا و نتابع طبعا هنا بيصير لون عنابي يكون لون عنابي ممكن انتو سوون دخلون اللون العنابي ابيض عنابي ابيض عنابي ابيض عنابي ابيض ممكن و نتابع مرة ثانية قلنا هنا الخيط هذا بيكون تحت و هذا بيكون فوق ناخده من الخيط هذا الابيض من تحت و ندخله في هالفتحة هذي نشوف تشلون و نسوي هالعقدة هذي و نربط يعني بيصير مثل الحلزون بشكل دائري و نتابع الى النهاية لين نحصل على هذي الاسوارة اعتقد عرفته الطريقة شلون سهلة جدا يعني عشان نربط الراس هذا نحن نسوي ربطه عشان نحافظ انه ما ينفك الخيط فنحط بعدين الصمق عليه الصمق الخاص هذا الصمق هذا الصمق جيد جدا و بيكون اللون يكون اللون هنا ابيض بعد ما ينشف يختفي اللون الابيض هو جيد جدا يعني انا استخدمته اللي هو هذا خلنا نذكر بس شلون نسوي الاسوارة قلنا نحط الخيط هذا كده و ناخذ اللي فوق اللي على يمين فوق الخيط هذا و نحطه هني من تحت الفتحة هذي بس و نشد سهل جدا يعني شب شون العقدة صارت اتمنى ان استفدتم ان شاء الله بس بعد مرة ثانية بعلمكم شلون يسويون الكبوس اللي مرة سويناه و رويناكم اياه الكبوسة و القبعة اللي من الخيوط الصوف اتمنى لكم ان شاء الله توفيق في اعمالكم التجارية معكم احمد المنصوري و مع السلام